تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب قوات المسلحة إحدى وحدات التدريب الأساسي لإعداد وتأهيل المجندين بقوات المسلحة وذلك في إطار حرص القيادة العامة لقوات المسلحة على متابعة منظومة الإعداد والتأهيل العسكري للجنود المستجدين تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى وحدات التدريب الأساسي للمجندين بالقوات المسلحة وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة الإعداد والتأهيل العسكري للجنود المستجدين بدأت الجولة بالمرور على عدد من الأنشطة والتمرين الرياضية التي ينفذها أفراد القوات المسلحة يومياً بما يسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية في أعلى مستوياتها كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالجنود المستجدين ونقل لهم تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد ساقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية الفرض المقاتل وتوفير كافة الإمكانيات لضخ دماء جديدة من خيرة الشباب المصري المؤهل علمياً وبذنياً ومعنوياً لتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن وصون مقدساته وأشر إلى أهمية تفاهم الجندي لمهامه التي يكلف بها منذ لحظة انضمامه الأولى للحياة العسكرية والتي ترتكز على الانضباط العسكري الذاتي والتدريب الجاد وفقاً لمنظومة الإعداد والتأهيل المتطورة وأوصاهم بالحفاظ على المستوى المتميز والثقة العالية بالنفس والتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية كما شاركهم تناول وجبة الإفطار عقب ذلك قيام الفريق أحمد خليفة بتفقد العملية التعليمية والحالة الإدارية ومنظومة التدريب التي يتم تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع تطور النظم وأساليب القتال الحديثة معرباً عن تقديره لكافة القادة والضباط وضباط الصف المنوطين بأعداد وتأهيل المجندين للحياة العسكرية بما يضمن قدرتهم على أداء الواجب الوطني بكل فخر واعتزاز حضر اليولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة